طيب يمكن تاني انا عايز ارجعك على النقطة دي امبارح انا من النوع اللي ايه دايما اعرف انا صغير كده شفت كان فيلم لطيف جدا اسمه الوزير جاي فالفيلم ده دايما كان يخليني وانا قاعد عمل بكبر سنة ورا سنة دايما عندي الشك والريبة بتاعت انه يبقى فيه فلان الفلاني كل الناس عارفة انه جاي يطلع الوزير يطلع رئيس هيئة يطلع وكيل الوزارة يطلع رئيس الجمهورية الناس تبقى عارفة علشان كده لما كنت بشوف خلال الفترة السنين الماضية السبع او الثمان سنين اللي فاته الرئيس لما بينزل فجأة في الشارع ويلف وحاجات زي كده وانا هنا اتذكر ما كنا نقرأه قد يكون بعضه اساطير وبعضه واقع على مسألة هارون الرشيد لما كان بيلبس لبس العامة وينزل يلف في الشوارع والطرقات والاسواق ليطلع على احوال الرعي ولما كنا نقرأ عما هو ثابت حول الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه كان بالفعل يتجول في شوارع المدينة عشان يشوف اذا كان الناس بتعاني من حاجة عندها ازمة عندها مشكلة ويسارع فورا الى حل هذه المشكلات واحنا صغيرين ومراهقين بل وشباب ايضا كنا نقول يا سلام هو مفيش حد يقلت سيدنا عمر بن الخطاب هو مفيش حد هيعمل زي هارون الرشيد واتطلع على احوال الرعية فإن اطلعنا على احوال الرعية حسن الحال انا ما بقولكش انه فخامت الرئيس هو سيدنا عمر بن الخطاب انا بقولك هنا ايه القدوة الاقتداء ايه المهم ايه علاقة دا من بارح انا قلت بها ايه اطب اه سيبك من اي حاجة يعني مش المفروض انه في حد يعمل لحساب يعني ويعمل استعدادات علشان لكن مثلا مثلا انت خال لو انت رايح مكانه اقول لهم والله انا جاي اصور عندكم ما اكيد هيبان افضل مما يمكن ان يظهر صح فخدت بعضي وقلت اطب على فين بقى اطب على الحتة بتاعة السحل الشمالي من عند بقى ايه مثلا برج العرب وقعدة محمد نجيب وطريق السحل اللي احنا عارفينه والطريق الجديد اللي احنا مش عارفينه والمصانع والمزارع اللي احنا مش عارفينها اصلا احنا بنبص بس على ابراج العالمين هي ابراج عظيمة ورائعة ومشروع عالمي بس دل على الوش انا بسأل سيادتك سؤال حضرتك عزيزي المواطن وعزيزاتي المواطنة انت شفت اللي النحة التانية يعني حد فينا فكر يسلي صيامه زي حالاتي كده وينزل يتمشى ينزل يتفرج يشوف المصانع اللي اتعملت مش اللي هاتتعمل بس اللي اتعملت بلاش يشوف كم المسطحات الخضرة اللي اتزرعت مش اللي لسه هاتتزرع ده اللي هيتزرع اكتر مش بس كده لما تيجي تشوف يعني ايه دولة خدت قرار انها تحول المنطقة دي لمنطقة جذب حقيقية بل وبقرصة حقيقية كبيرة للسياحة العالمية والمناطق بتاعة التخزين والخدمات اللوجستية اللي هاتتعمل استعدادا على سبيل المثال الحصر لما نطلق عليه سياحة الاغنياء والاثرياء الناس بقى اللي جايبها بالمركب والياخت واللي مش عارفه كتمران ومش كتمران عارف الكتمران اللي هو المركب المزدوج ده زي بتاع فيلم ووتر وولد ماشي هو شابه وكده مركب مزدوج ما فيه بينه وصلتين كده يعني بريدجين او جسرين حدوت لطيف اول بتاع ده المهم عمري مركبته في حياتي بتقول عمري نفسي ركابه ان شاء الله ممكن نبقى يعني اطلع رحلة عليه فيه من الايام لما اتمت 85 المهم مش ده موضوعنا حتى ده معمول حسابه على سبيل المثال لما تيجي تشوف الطريق اللي انت عارفه والتحولات الجزرية اللي حصلت فيه ولما تيجي تشوف انه فيه طريق جديد تماما زي ما يقوله كده جديد نوفي جديد لانج ياخدك بقى من فين مش انت وانت جاي من القهرة بتروح دخل طريق العالمين وبعدين بتكمل وبتنزل على طريق السحل الشمالي عند الكيلو اظن 90 حاجة زي كده وتبدأ بقى تكمل في اتجاهك ناحية العالمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن وما الا زلك كم يا ابو دي 98 90 صح اه انا فاكر كويس ايه المهم ده الطريق اللي احنا عارفينه وتكمل فيه حلو جميل دلوقتي شغالين فيه على قدم وثاق اول مرة اشوف اول مرة اشوف ميدان في الهوى والله ما بهزر ميدان فوق الكبري حدوتة كده هتعرفوها لما ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى يسمح لك وتطلعوا على هناك لكن ده فيه طريق تاني خالص هتاخدوا برضو من عند العالمين وبيلف بيك وتلاقي نفسك قاعد بقى شايف الابراج دي من بعيد كده على بعد مثلا 5-6 كيلو بعيد خالص على ايدك الشمال وشايف كل القرى والحاجة دي من بعيد برضو بس الابراج باين عشان طويلة جدا وتلاقي الحتة دي كلها رقعة خضراء يمينك وشمالك أما لو ركبت الطيارة تشوف إيه ولا المصانع اللي اتعاملت ولا الناس اللي بدأت تشتغل تيجي تقول لي مصر اقتصادها هي المسألة صعبة والأزمة الأوكرانية شديدة الصعوبة على العالم بس مصر ما وقفتش وما ضربتش فرامل وما ضربتش كرسي في الكولوب وما خدتش قرار انها تاخد لها خطوة اللي ورا ولا تحوط على القرشين وتجيب بهم شوية زيت وسكر أسهل حاجة ان مصر كانت تحوط على القرشين وتجيب زيت وسكر فالاحتياط يخلص ونرجع نغني ظلمون دي أسهل حاجة وده اللي كان بتعمل قديمه زمان اسحب وسكت الناس أكل وسكت الناس اللي بيحصل دلوقتي هو اللي خليك تعرف تعدي الأزمة واللي بيحصل دلوقتي هو اللي بيخليك تقدر تدفع أقصاط الديون وأصولها واللي بيحصل دلوقتي هو اللي خليك ما تورسش الدين لأبنائك ولا لأحفادك واللي بيحصل دلوقتي هو اللي هيخليك انت النهاردة من ضمن أقوى 30 اقتصاد على مستوى العالم وده مش كلام يوسف ده كلام المؤسسات الدولية كلها كلها دون استثناء واحد ده اللي هيخليك في يوم من الأيام تبقى من أقوى 20 وهتبقى من أقوى 7 اقتصاديات لو ما دخلناش الجي 7 أب أنا ما بفهمهاش حالي هتشوف